كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلا وحدانيته أحمده تبارك وتعالى حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار ما أريد أن نتكلم عليه اليوم هؤلاء الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل لأن الله عز وجل ذكر خاتمتهم بأنهم لهم العقبة الحسنة في الدار الأخرة أولئك لهم عقوب الدار الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أعمال الإيمان والأخلاق والسلوك وصلة الأرحام هذه أمور كثيرة مجتمعة ربما نقف مع حضراتكم فيها جمعتين أو أكثر حسب المتاح لنا من المناسبة فيتبادر إلى الذهن أيها الإخوة عند سماع هذه الآية أن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يعني من صلة الأرحام جيد لكن هناك أمور أخرى والله سبحانه وتعالى جعل الرحم علامة من علامات صلة الرحم علامة من علامات الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه كما في صحيح البخاري فإذن الذي يصل رحمه هذا الفعل منه دليل على صحة إيمانه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا صحيحا فليكرم ضيفه ثم قال نفس الكلام وقال فليصل رحمه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس الواصل بالمكافئ يعني كما يزورك ابن عمك بتزوره كما يزورك تزورك أختك أو يسأل عليك أخوك تسأل عنه وتتفقد أحواله فهذه بتلك إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست هذه بصلة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا المعنى كلكم عارفينه تمام ولا يخفى على حضراتكم ولا على كثير من المسلمين إنما أحيانا في رحم تضيع في أرحم تضيع وسط الفقه يعني هو الفقه يضيع أحيانا الإنسان لما يكونش عنده دين ويكون عنده فقه يضيع كثير من معالم الشريع وهذه قضية خطيرة تفصيلها يطول لكن الإنسان الذي هو واخذ الفقه مجرد أنه يقرأ ويستفيد معلومة يخزن معلومات شبيشر في ذهنه مثله مثل الآلة ولذلك أنا اخترت اللفظ اللي بيستعملوه بتوع الحسوب بأنه يخزن معلومات فقط إنما يطبق ما بيطبقش هو وداه هو وداه الفقيه الذي لا يعمل بفقه وهذه النقطة التانية في الذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل لكن خليني أقول في صلة الأرحام أن هناك أرحم بين البشرية أليس ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم منتراب إذن كل البشرية أخوة لك وهذا هو المفهوم العام الذي يتعامل به المسلم مع سائر الناس يرى أن كل الناس إخوة له يشاركونه رحما واحد كبيرهم أب وصغيرهم ابن والمرأة فيهم بنت أو أخت أو عم أو خالة وهكذا فالمسلم سعت صدره ينالها من النصوص الشرعية كلكم لآدم وآدم منتراب فلذلك هو متسع الصدر رحب المعرفة مع سائر الناس من هذا الباب ثم عندنا دائرة إيمانية تجعل بيننا رحم أكبر أو آخر وهو قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة هذا رحم وهذا رحم له رعاية لما سيدنا معاوية دخل عليه واحد طلب مقابلته وهو أول من اتخذ الحجاب سيدنا معاوية قبل المرأة والخلفاء ما كانوا يتخذوا حجاب بالمعنى الحقيقي إنما كان فقط حارس يحرس الباب وانتهى الأمر فالحاجب قال له قل له أخوك يريد أن يكلمك دخل عليه قال له أنت أخو يا منين قال له ربنا قال إنما المؤمنون أخو وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من ترى قال له لأكونن أول من يبل هذا الرحم ببلاله يعني سأصل هذا الرحم وأجعله موصولا غير مقطوعا فهذا الرحم ينبغي الحفاظ عليه طيب واحد يسألني طيب أنت ليه شيخ بتقولي الكلام ده أقول لك من باب الموعظة ومن باب التذكير بالحقكم فيما بينكم كل واحد منكم يعرف أخوه لم يعرفوش إلى جواره صلى أمامه وصلى خلفه في تابعة عليك في هذا الجوار تابعة عليك في هذه الكلمة التي أعلنت بها إسلامك كلمة التوحيد تابعة عليك في أنك من البشر وهو من البشر يجب أن تؤدي هذه التابعة وتقيم هذا الحق ما هو حق الله لكن من باب الشيء بالشيء يذكر أنا ألاحظ شيء في هذا المسجد ومع احترامي ليس موجودا في صلاة الجمعة الأخوة اللي أتوني الجمعة كلهم متحفزين للواجبات يقومون بها ويعملوها إنما الأخوة اللي هم بيترددوا علينا في صلاة المغرب والعشاء وهي أكثر الصلاوات كسافة تجدهم بينهم وبين بعض نوع من المنافرة إذا وجه إليه نوع من النظام أو الترتيب معين اتخذته الدولة مع دور العبادة كاملة والأخوة قرروه ونصحون به تجدوا يتمرد عليه وهكذا وهذا نوع من قطع الأرحام وقطع ما أمر الله به أن يوصل طب ويالخطورة؟ الخطورة أن ربنا سبحانه وتعالى قال والذين في نفس الصورة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة تخيل إن تجا تصلي أو هو عيزا بالله كفان الله وإيكم السوء هو جاي صلي وينال اللعنة بدل ما ينال الرحمة وينال المغفرة والمثوبة من الله ينال اللعنة قال ويفسدنا في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لماذا؟ لأنهم قطعوا سوء الدار يعني سوء الخاتمة وسوء العقيبة الأوائل الذين وصلوا ما أمر الله به أن يوصل لهم عقب الدار أما هؤلاء لهم سوء الدار لأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل وجمعوا إليه أعمالا فيها من المفاسد والفسق ما ينأى به خلق المسلم الكريم فهذا خطورة الأمر أيها الأحباب أنك تبتسم لمن ليس بأخيك وتتحمل منهم وتصبر عليه ثم تأتي المسجد ليضيق صدرك من أدنى كلمة وأحيانا تجد برضو الناس برضو اللي حوليه يكونوا سلبيين ولا يتدخلوا بكلمة طيبة لذلك أيها الأحباب التفريط الشعر قال وقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقصوا أحيانا على من يؤدبوا أنت لو فرطت لابنك من باب المحبة والعطف مرة واثنين وألف عظم الله أجرك في ابنك وفي العلك وفي امراتك وفي البيت كله ليه؟ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب وإحنا جربنا وشفناه أمن العقوبة ماذا يحدث في الأمة كلها من مصائب لذلك يعني أنا أحذر إخواننا اللي هم بيأتوا بيعملوا مشاكل أنهم يوقعوا فتنة في المسجد أو يتسببوا في غلق المسجد ولذلك إذا إخوانكم في أدارة الجامع معزورين قاموا بإجراء وإجراء عنيف يعني لا تلوموهم في هذا المجال لأنهم أعذروا مرة وعشرين وهذا الكلام مسبق قبل أن يحدث شيء عشان تقول أن الشيخ قال لنا في المنبر أنهم أعذروا مرة وعشرين وآلف ليس بتهديد ولكن حفاظا على أخوتنا وحفاظا على الوشيدة الإيمانية فيما بيننا وحفاظا على وصل ما أمر الله به أن يوصل من الأشياء التي أمر الله بها أن يوصل ما تتحفزوش لي أنا زعلان على أمر الجامع يعني من تعظيم شعائر الله أن الإنسان يعظم المسجد ما يخليهش مكان للخلافات الأمر الذي يتأتى منه خلاف ومشكلة الإنسان يتلشاه في بيت الله تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الوعظة مش من باب التهديد ومن باب النصح وليس من باب الوعيد ومن باب المحبة وليس من باب العداوة وإحنا عايزين نكون مع بعضين أمة وحدة في رحم واحد رحمنا الإيمان والمسجد من الأمور التي أمر الله به أمر الله بوصلها وعدم قطعها وصل القول بالعمل إن الإنسان إذا قال إذا نصح بمعروف التزمه هو أول الناس وربنا عاب على قوم في القرآن الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ووصف هذا الفعل والمخالفة القول للعمل فقال كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والوعيد على هذا شديد فالذي يقول قولا يخالفه عمله أو الذي يدعو إلى شيء وعمله يكذب قوله هذا ممن يصدق فيهم قول الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ثم في النهاية قال ولهم سوء الدار ولهم سوء الدار فالإنسان الذي يحرص على الخاتمة الحسنة وعلى عقب الدار أن تكون حميدة عليه أن يوافق وأن يجعل من عمله ما يطابق قوله في الخير ووصل ما بين الظاهر والباطن هو حقيقة الإيمان أن الإنسان يكون ظاهره كبطنه فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن وأسهل تعريف لو أحد قال لك المنافق تقوله يقول قوله يعمل خلافه أنت كده عرفت المنافق تعريف سهل وبسيط وكامل ما ليس فيه خلاف يظهر خلافه ما يبطن والرسول في الحديث الشريف يقول الإسلام علنية أنا كيف أعرفك مسلم بعلنيتك بأن أنا أنظر إلى شعرك فأجده مهزب بطريقة محترمة مش الإنسان كل ما شفتك يعني تقليعة بذيئة يقلدها أراك مش حاطط قرط حلق في أذنك مش حاطط قلادة في رقباتك أعرف أنك أنت مسلم غير متختم بالذهب أعرف أنك أنت مسلم أعرف من منطقك كلمات الخير واللطف والرحمة أعرف أنك أنت مسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا قال الإسلام علنية طب الإيمان قال الإيمان في القلب ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات الإيمان في القلب الإيمان في القلب ثم يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا إذن لابد إن الإنسان ما يعتقده من الإيمان يكون سارياً ومترجماً على سلوكياته وأنماط معيشته كيف؟ القرآن الكريم يأتي باختصار لمعاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الوحيين الشريفين القرآن والسنة ومعاني التنزيل كله من رب العباد فالكفار سألوا وربنا سجل لهم هذا الكلام سألوا المؤمنين سؤال والمؤمنين كان عندهم حصافة في الإجابة قالوا لهم ماذا أنزل ربكم؟ عرفون بالإسلام تعرف أنت أي واحد فينا لم يجي عرف بالإسلام لابد أنه على الأقل يقول ثلاثة أو أربع جمل إنما المؤمنين لما كانوا حصفاء حكماء عارفين بمعاني الإسلام الحقيقي عرفوا الإسلام بكلمة واحدة اختصروا كل القرآن وكل السنة بكلمة ثلاثة أحرف ماذا أنزل ربكم؟ الإجابة قالوا خيرا فالخير إن كن إن كان في صدرك ولا يعتمل على جوارحك كيف أعرف أنك مسلم وكيف تعرف أنه مسلم؟ هذا هو الإسلام الحقيقي أن يكون الإنسان لا يخالف قوله عمله لا يخالف قوله عمله قوله ولا يخالف عمله معتقده لا يخالف ظاهره بطنه فإذا خالف فليس بمسلم حقيقة الإسلام ولا مؤمن حقيقة الإيمان أقولوا ما تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم السلام عليكم liebe Brüder liebe Geschwister heute möchte ich bei der Übersetzung mit einer Suche aus dem Koran eine Eier beginnen und zwar aus der Suche Errat Vers 21 dort heißt es und die einhalten was Allah befohlen hat einzuhalten ihren Herrn fürchten und eine schlimme Abrechnung liebe Brüder wir sind dazu aufgerufen verwandtschaftliche Bande zu pflegen zum Beispiel zu unseren Eltern das gute Verhältnis zu seinen Verwandten ist ein Zeichen des wahren Glaubens Abu Hurairah Allahs Wohlgefallen auf ihm berichtete der gesamte Prophet Muhammad SAW sagte wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt der soll seinen Gast großzügig behandeln und soll seine Verwandtschaftsbande pflegen überliefert von Al-Bukhari und wer etwas angekündigt hat zu tun der soll dem Gesagten auch Taten folgen lassen dazu ist im Heiligen Koran in Surah As-Saf in den Versen 2 und 3 zu lesen O die ihr glaubt warum sagt ihr was ihr nicht tut welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah dass ihr sagt was ihr nicht tut ferner heißt es dazu in abermals in Surah Arath in Vers 25 diejenigen die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen und das trennen was Allah befohlen hat dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften für sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte wer als Muslim geboren wird und sich so bezeichnet aber sich nicht so verhält handelt schandhaft für den Islam liebe Geschwister die äußerlich guten Taten eines guten Muslims zeigen das Gute in seinem Herzen dagegen sind diejenigen die Heuchler die auch vorgeblich gute Taten zeigen jedoch in Wahrheit nicht daran glauben aber Allah weiß was sich im Inneren der Menschen wirklich verbirgt Anas berichtete der Prophet Mohammed s.a.w. sagte der Islam ist Öffentlichkeit und der Glaube ist im Herzen dabei legte der Prophet seine Hand auf seine Brust und sagte dreimal Gottes Furcht ist hier Gottes Furcht ist hier Gottes Furcht ist hier überliefert von Imam Ahmed bin Hambal und Anas bin Malik Liebe Geschwister auch in dieser Moschee stören sich mittlerweile viele an den strengen Vorgaben die die Corona-Krise uns auferlegt hat ich bitte euch herzlich niemand von den Verantwortlichen in dieser Moschee weder der Vorstand noch der Schech noch sonst wer möchte euch irgendetwas Schlechtes möchte euch irgendwie provozieren oder quälen wir versuchen nur für die Moschee das Beste wir haben seit nach Monaten der Schließung eine Öffnung wieder erreicht Alhamdulillah warum sind manche von euch damit nicht zufrieden in den letzten Wochen in den letzten Tagen ist es immer wieder zu bösen Worten gekommen in der Moschee gegenüber dem Schech gegenüber dem Vorstand gegenüber anderen Geschwistern ich bitte euch in euch zu gehen ich bitte euch geduldig zu sein und ich bitte euch den Sinn in dem was wir machen in dem was wir tun wenn auch nicht immer verstehen aber ich bitte euch unterstützt uns unterstützt uns ich sage dies und bitte Allah um Vergebung